اشتركوا في القناة في هذا البرنامج 30 قرار نتناول في كل يوم قرار جديد يوضح حلول تطبيقات عملية مستندة على القرآن الكريم والسنة النبوية والتراث الإسلامي وكذلك النظريات العلمية أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم 30 قرار كما تعودنا توار شهر رمضان المبارك احنا عندنا كل يوم قرار نناقشه ونفصل فيه نعطي عليه أمثلة ثم نطبقه في حياتنا أنا قابلكم نطبق هذا القرار في حياتنا بحيث أن إن شاء الله طوال شهر رمضان وحتى بعد 10 رمضان هذه القرارات تصحبنا في حياتنا المجدة بإذن الله فإن شاء الله صارت شخصياتنا أفضل وأنضج اليوم عندنا قرار من قرارات المهمة أراها وأزعم وهي تتم لما بدأناه من قرارات سابقة طوال الشهر الكريم اللي هي ركز أو قضية التركيز نحنا نركز على شيء معين الحياة الآن صار فيها كثير من المشتتات والملهيات وتسرق الوقت واللي تشغلك عن كل شيء الإنسان ما يعني يفتأ أن يبدأ مشروع ثم يعني يتركه إلى مشروع آخر أو يبدأ في نشاط معين ما يكمل يروح نشاط آخر لأنه غير مركز ثم يرجع من الثاني للنشاط الأول بداه فيبدأ من أول مرة كأنه فيأخذ منه أيضا وقت طويل زي ما هو تعريف التركيز كبداية التركيز يقول لك هو توجيه الاهتمام إلى شيء واحد يعني هذا أبسط تعريف له دون الدخول بالتعريفات الأكاديمية التركيز لدينا نركز كأنني نقعد طالع مثلا أكثر من شغلة لا أنا مركز على شغلة واحدة تركيز حتى الإنسان يقدر أنه يحتبل الفرصة ويصيدها ويقدر يحقق ما يريد يعني مثل لما البيت الشعر المعروف يعني اللي هو عن واحد اسم خراش راح يصيد يعني غزلان يعني أو ضباء فهو ما عنده واحدة مركز عليها يعني هربوا منه ضباء وما صاد شيء فقال تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش وما يصيده يعني هو راح يصيد فما لقى ضباء واحد لا لقى مجموعة ضباء كثيرة فقال صاد كثيري علي يعني ما عرف شو أنا أصيد أنا فلما ركز وراها كلها كذلك الأسد وهاتف فقال حطل عين على فريسا واحدة معينة يا صيدها يا ما صيدها التركيز في حياتنا مهم وأيضا تركيز آخر يقول طبعا تركيز مصاحبة الانتباه يعني الانتباه يكون مقدمة للتركيز ما فيه إنسان يركز إلا ما يكون منتبه إذا كان مو منتبه لن يصدق التركيز فيتأتي معها يعني صنوان أو تطابق أو هذه قبل هذا الانتباه قبل التركيز فهي توجيه النشاطات العقلية والنفسية نحو شيء واحد محدد الآن كما قلنا في حياتنا عندنا نحن مشتثات بصرية نقسموها العلماء في التكريم عن التركيز وبصرية يعني عندنا نحن تشتيت سمعي وتشتيت بصري وتشتيت إدراكي نبدأ بالتشتيت الإدراكي إن الإنسان نفسه لما يشتغل في شغلة معين خلقوا مثلا قاعدة قرأ كتاب أو أعملي تقرير أو أنا في وظيفتي أو أنا في مجال معين تلقى إدراكيا أطلع أنا أسرح بالخيال أو علم الخيال أو أطلع بره الموضوع أنا قاعد أقرأ ممركز أو قاعد أكتب ممركز أو قاعد أسوجه أغلى معين ممركز أو قاعد أحفظ ممركز ليش لأني تشتيت ذهني عقلنا إذا مل شوية يطلعك من اللغة تتفكر تعال في ماضيك أو موضوعك عن شهدك أو قضية معينة فتسرح بره وتروح عندك يعني أحلام الواقع واليقضاء وتروح بعيد وهي ما يكون عندك تركيز إدراكي ترجع مرة ثانية تبدأ من جديد كأنك أول فوق قاعد فهذا يرهقك ذهنيا زينا شنو التشتيت البصري اللي هو الماقع التواصل الشيء اللي تشوفه أنت قاعد في مكان كله في تشتيت قاعد في بيت أو دوانية وشغال التليفزيون ومبارارات وناس أو معك ما هو التواصل مقاطع يوتيوب مش عارف إيش فأنت مشغل الواتساب ومشغل كده فكل شوية طالع جاك تنبيه لواتساب تنبيه اللي تغريدها تنبيه كده فأنت متشتت بهنيا بصريا أقصد ما قاعد تركز على شغلك أو قاعد في مكان فيه إزعاج كثير بصري صاحبه طبعا التشتيت الصوتي أو السمعي أن أنت قاعد في مكان فيه إزعاج فيه إزعاج صوتي يعني ما سعب لناه يعني تكون قاعد في دوانية وأنا بقرأ كتاب ما يصير تقرأ في دوانية كتاب والربع كله قاعد يصرفون ويضحكون وهذا فهذا فيه تشتيت صوتي أو سمعي بعدين ترجع مرة ثانية تشتيت التشتيت هو إخراجك من حالة تركيز إلى حالة اللا تركيز تشتيت سمعي وتشتيت بصري وتشتيت إدراكي أهلا بكم أعزائي المشاهدين وإحنا الآن مستمرين في منضوع حلقتنا اليوم أو قررنا اليوم ركز اللي جاي من التركيز ومرة ثانية أنصح نفسي أولا في منضوع التركيز جدا مهم إنسان يركز التركيز زي يعني فقط أن تقع تشريه وتخز الشغلة لا هذا الجزل منها يمكن أو بدايتها لكن تركيز لا أني أنا أنجز المهمة العلماء اللي اهتموا بالسلوك البشري وتحقيق الأحداث والإنجازات يقول لك الإنسان مثلا خلنا نقول بداية بشغلة معينة بنشاط معينة أين كان نشاط أقرأ كتاب أقرأ وراء الكريم أكتب شغلة معينة أصحح امتحان مثلا لطلبة أو أكتب تقرير لوظيفتي توني بداية نشاطها ركز فيه شوية يقول لو بعد شوية شتت لأي سبب بصري ولا سمعي ولا إدراكي طلعت برنا الموضوع أحيب ترجع مرة ثانية بعد ساعة لموضوعك هذا راح تبدأ كأنك من جديد ليش لأن أنت تركت لهذا طبعا أسول أو جهة ثاني يوم لكن الأفضل الشي أنك شنو تشتغل أول بأول وتنجز المهمة في وقتها إن شاء الله تكون مهمة واحدة ليش لأن هذا يخليك نقلنا غضية الجهد مثل ما واحد توقعي من النوم يكون توقعي من اليوم نفسه فما هم مستعد للنشاط لكن بعد نص ساعة ساعة خلاص تنشط فهذا يخليه ينجز لهم مهمة كذلك التركيز إنك تنجز مهمة واحدة بوقت واحد لشيذ يقول لك مرات ما يسمى بالتعدد الواجبات أو المهمات هذا أحيانا بعض الناس يضيعون يعني يقرأ ويكتب ويطالع التليفزيون ويطالع التليفون وهذا كله تشتيت ما يصير يقول لك خذ مهمة واحدة وأنجزها فكيف نقوم الآن نطبق التركيز بحياتنا كيف نركز بحياتنا يقول لك أول شيء أنك تقوم ما يسمون التركيز العقلي والذي يعني بغضية أني أضع أهدافي وأقسم هذه الأهداف وأونفذها بحيث تكون صغيرة أنا مثلا ودي أختم قرآن في شهر رمضان مبارك هل أقرأ القرآن كله بيوم واحد بسي صعب عليك حياتك وأكلك ونومك وروحتك ووظيفتك فنقول لا إحنا هذا الهدفي الآن أني أختم بقرآن مثلا على الأقل ختمة واحدة أقل شيء ختم ثلاث ختمات إذن أقسم هالتسعين جزء الأنصارة وأقسمهم على شهر رمضان مبارك وأرتبها زين متى أقرأ أقرأ والله بعد العصر أكون جاي من الدوام مريح زين أقرأ بعد الظهر أو قبل الفجر أن تحطها الهدف الكبير هو قراءة ثلاث أجزاء أو ختم ثلاث ختمات آسف أحولها إلى أهداف قصيرة أني أقرأ كل يوم جزء جزئين ثلاثة وبعدين أنا أتقلها هذا يسمون التركيز العقلي لازم تقسم الأهداف عشان سيكون سهلة علي أني أنا أقرأ أخر خلص أو أديها بعدين لازم أتخلص من أجزاء المشتتات ما يصبح الواحد يروح الدوانية وبيسوي تقرير أو يقعد بين عائلة الكريمة اللي حين بعد في رمضان وغبقات وقعدات وصوالف والشيء حلوة هذه بالعبس اجتماعية زين وأقعد مع أهلي وحاطيني هالقيمات وحاطيني هالشيالات وحلوة هذه وبعدين سوالف ما سوالف وأنا والله بسوي تقرير أو أقرأ الكتاب أو أحفظ لي آية أو أسوي شغلة ما يتمي تركيز صعب صعب أنك تكون عندك هذه التركيز لذلك يقول أننا تروح إلى مكان هادي أنت متعود عليه وتؤدي ما تريد كذلك التفكير من التركيز يقول لك التفكير في اللحظة الآن الحالية لا تفكر بره أنا حين قاعد أكتب خلص لا تفكر بأي شيء سكب تليفونك وابتعد عني مشكلات عندك في الدوام عندك من موضوع معين بات راح تسوي عندك مراجعة بعد أسبوعين بينتهي الدبتر السيارة بعد ثلاث سابيع لا تتشتت هذا موضوع بعدين تفكر الآن في مكانك أنا حين قاعد من الساعة 4 إلى الساعة 5 أو للساعة 6 أبقرأ جلس القرآن أو أكتب كتاب أو أسوي شغلة فلانية أبتعد عن أي مشكلات إحنا الجماعة ترى بشر وسهل إنه واحدة تشتت بسرعة يعني تحط تنبيهاتك على التليفون كلي شوية تشوف التليفون وكيد تتشتت وبيغة تتمل وما ترجع مرة ثانية كذلك استريح شوية أخذ فترات استراحة يعني لما أدي مهمة ما تمعي من الساعة 8 صبح مثل الساعة 12 الظهر أكيد راح تتمل أحيب الله يعني كل نص ساعة ساعة الأربع يقدرون بعض البعض كنت تقول على خمس دقائق يعني كل نص ساعة خذ خمس دقائق بريك أو استراحة بهكذا الطرق نقدر أعزائي مشاهدين نركز بطريقة شوية سهلة علينا ويسر لكنها تنجز الأعمال التركيز يقود إلى إنجاز الأعمال وهذه الطريقة القوية في هذا الأمر شوفكم إن شاء الله باتشر ومع السلام